استكمالاً لتعبيد طريق تشريعيات الثاني عشر جوان المقبل بعد وضع الإطار القانوني لها رئيس الجمهورية يأمر خلال انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الأحد بوضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل تمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف في مسعى للفصل وأحداث القاطعة بين الإدارة والانتخابات بما ينهي تغولها في العمليات الانتخابية وفق منطق الماضي موازة مع دعم مبدأ تشجيع الشباب على اقتحام المشهد السياسية ضمن آليات أقرها قانون الانتخابات الجديدة الرئيس تبون يوصي بضرورة اتخاذ كافة الترتيبات الإدارية والمالية المتعلقة بتشجيع مشاركة الشباب في الاستحقاق الانتخابية وذلك بإقرار مجانية القاعات والمنصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المتراشحين الشباب بتكليف الولاة استحدث الآلية المناسبة إدارياً قانون المعاشات العسكرية أحد أهم الملفات التي تصدرت أجندة اجتماع مجلس الوزراء القانون المطروح للتعديل من أجل تمكين عديد فئات العسكريين السابقين من دراسة وتسوية ملفاتهم يؤكد رئيس الجمهورية على أهمية نصه لتكيف نظام المعاشات العسكرية وضمان ديمومته فضلاً عن تخصيص معالجة عادلة ومنصفة لكل العرائض المطروحة خاصة ما تعلق بمختلف أشكال العجز أو العطب أو التسريح من الخدمة الرئيس تابون يشدد على التزامه بالتكفل التام بكل الانشغالات المعبر عنها في هذا الصدد عملاً بقيم العرفان لكل التضحيات التي قدمها منتسبوا الجيش الوطني الشعبي بكل أصنافهم وأسلاكهم ترجمة نانسي قنقر